بسم الله الرحمن الرحيم على تشويه وتزوير تاريخ البحرين وقد أعدوا لذلك الخطط والميزانيات وأسسوا المؤسسات واستأجروا بعض الكتاب المعجورين من أجل تحريف تاريخ البحرين وقد ألفوا بعض المناهج الدراسية وقد خربوا المساجل وجرفوا المقابر وهدموا وخربوا كل ما يمت بتاريخ البحرين الأصيل من أجل تحريف التاريخ الحقيقي للبحرين وكتابة تاريخ جديد يتناسب مع عقدتهم التي كانوا يعيشونها منذ غزوهم لأرض البحرين وخطوة سحب الجنسية عن المواطنين الأصليين وآخرها عن سماحة عيد الله الشيخ إيسى حمال قاسم هي نابعة من هذه العقدة النفسية وقد تحدث الطاغي حمد عن هذه العقدة النفسية في أكثر من مرة عن أصولهم الخارجية وادعى أن شعب البحرين بأكمله قد جاء من الخارج من شيعته وسنته وما علم أن شعب البحرين أصيل في جذوره على أرض مغال قبل البعثة النبوية وأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث لشعب البحرين في العام السابع من الهجرة يدعوهم إلى الإسلام وأرسل رسالته إلى المنذر بن ساوى التميمي الذي كان يحكم البحرين آنذاك وقد دخل البحرانيون الإسلام طوعا أما قصة دخول آل خليفة إلى البحرين فهي قصة هذا الكتاب الذي نحتفل اليوم بتجسينه لتبيان أصول آل خليفة وتاريخهم الأسود الملطخ بدماء البحرين الأصلاء نحن في تيار الوفاء الإسلامي إذ نبدأ بطباعة كتاب آل خليفة الأصول والتاريخ الأسود نعلن لجميع الكتاب والباحثين التاريخيين أننا فتحنا قسما جديدا يعنى بتاريخ البحرين ونحث كل الكتاب والباحثين على الكتاب في هذا المضمار وأننا سنعمل على طباعة مجموعة من الكتب والفحوث في هذا المجال إن شاء الله تعالى وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل لكل الحضور ولكل من ساهم في إنجاح هذا العمل ونخص بالشكر الإخوة الحضور الذين تجشموا عناء الحضور ونخص الإخوة اللجنة القائمة على أعداد هذا الكتاب وتشكيل هذه اللجنة وأعداد هذا الحفل ونخص مرفأ الكلمة الذي استضاف هذا الحفل ونشكركم جميعا ونهدي ثواب هذا العمل المتواضع لأرواح شهداء ثورة الرابع عشر من فبراير وجميع شهداء الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته